هم هم اللي عاملين الاجرام في العالم كله وبيحكموا العالم وقال ايه لما عملوا بقى مصر راين مية خمسة عشرين دولة مساردين عشان يتكلموا يا السلام تم تتكلموا على اللي بيحصل في اليمن ولا اللي بيحصل في العراق ولا بتاع اللي حصل للصومال ولا تكلموا ولا ولا اللي بيحصل في قطر لا دي ما تكلموش فيها ولا اللي حصل في غزة يعني لا لا دا ما تكلموش فيه على اي حال اذا رأيت سيدة السابيرا بطول ما هم اللي عاملين كده تعالوا بس ان في حاجة من الحاجات الكويسة واحنا عندنا الحاجات الكويسة لما بتتعامل محدش بيقول عنها محدش بيشاور عليها يابدوا ان احنا المطلوب مننا ان احنا نعيش في حالة نجد وان احنا على طول انه نفدأ كل يوم ان ان بابراز الحوادث اللي حصلت اه هو طبعا مش هننكر ان في حادثة حصلت انما ما ينفعش ان حادثة تحصل زي طفل طلع من المدرسة وهو مروح وفيما نشي في السكة غريء في الترعة فبيطالبوا اقالة وزارة التربية والتعليم خلاص وبقات عوامة لكل مواطن يا سيادة الوزير عشان 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 انما الفكرة مش كده هي الفكرة ان المواطن كل يوم يصحى يلاقي الدنيا مسودة قدامه هي دي الفكرة دي النظرية لان ده جزء من من الحرب بتاع اللي هو الجليل الرابع الجليل الرابع ما بيبعش ليش انما الجليل الرابع بيمسك بلد ما بيسيبهاش لما البلد دي تولع ويكلف بعض كلهم عشان تاكلف بعض كلهم لازم ان كده تعمل كقابة وتسود الدنيا وتوقع بين الناس وتعمل تضاد ده ضد ده والرأي والده الرأي ويحكي لك يبقى ده اصارة الخلافات من كل حال هو صار بقى الفتن عرقية دينية اي على اي مستوى المهم فكرة انك تفرتك المجتمع عشان تفرتك المجتمع مش ممكن حتقول له حاجة كويسة ولا تقول له انك انت بلدك دي بتتعدم انما لا يطلع حد زي ما بيطلع زي ما يطلع زي ما يومين يقولك ان البلد اربع سنين الدنيا سواد في الورنان لون يتم في الورنان من الرايد الدنيا سودة في اعداء من النوع لما انت تسمع تقرى الخبر وتقرى هنا وبعدين تطلع وتفتع على صفحة الكلام حوادث مش عارف ايه نصيبت ايه حصلت ايه كلام ده كله احنا ما بنقولش ان احنا بنخبي على حالة وبنقولش كده بس لما تبقى بلدنا عليها حرب ومش حرب الموضوع مش ارهاب داخلي زي بتاع التمانينات ده اللي موجود عندنا اللي على ارضنا دول مرتزقة من بلاد كتيرة فيهم فيهم مصريين وفيهم مميليسيات كتيرة لدن ودول شغلتهم ان هم يعني يدمروا ويحرقوا ويعملوا ولهم مساميات مختلفة بيت المقدس هنا يطلعوا في حتة تانية ابو داعش يروحوا في حتة تانية ابو رجل ابو دراح يطلعوا في حتة تالتة معرفش ايه اسامي اللي امريكا عاملها وحتة تالتة ربعة بقاعدة اسامي انما هم هم في الاخر مجموعة مرتزقة ارهبية بتتسلح بسلاح بتعليمات امريكا وبعملات امريكا وبتمويل امريكا وبكل حاجة من امريكا بس عشان خطر النوبة اللي بيه من الاخر هو ده اللي موجود وهو ده اللي عندنا فانا النهاردة اللي عندنا مش حرب مش ارهاب زي اللي كان عندنا ناس مكفرة مجتمعة وناس لهم فكر تكفيري او فعشان ما نخسرش المسألة على فكر تكفير لا دول مش متوقع الفكر التكفيري لا ده دول تمويل خارجي وحاجات وعشان كده العملية لما تعملت الاخرانية وكلام ده كله وكان فيها حالات من برة وابتده تخش فيها اسلحة نوعية وابتده تخش فيها حالات تانية لا ده حرب منظمة عليه والحرب دي هنا في ضرب نار في سينة وفي تفليرات في حتة كتير من المختلفة بجامعات الاخوان من هنا اللي في سينة دول مش بعيد عن الاخوان وهم طبعا معترفين بالكلام ده سيب ده هيطلع اشيل ده عن ده ولابع ده عن ده ارتاح ده من ده طلعونا مرسي اه وردعوا مرسي الرئيس النمورية كل حاجة في سينة تردع هم ايجين كده مش احنا مش انا اللي بقول الطلبة اللي في الجامعات معرفين انهم اخوان شغلتهم يعملوا الكلام ده هو بيعمل الكلام ده ليه هو بيعمل الكلام ده العشر ده ولا خمس يار دي بس لغاية الصور ما تتصور عشان تطلع برة بس يبقى فيه قلق وكلام ده كل واحنا عندنا مجموعة من اللي رأي ده هنا حريصة انها تعرض هزا النشاط كل يوم لما تيدي تقول بقى النهاردة مصطحة البلد ان المفروض ما تعرضش النشاط ده وما تنشرش ده عشان توئد هزا النشاط الارهابي يقول لك ان انت بتكمم حورية الصحافة ويقول لك الخمسمائة صحف يقول لتلتمائة صحاف يمضوا ان احنا بتكمم هل ده تكميم لحورية الصحافة هل من يحاول ان نمدي ييده البلد ونساعد البلد عشان تقوم ويا في حربة حقيقية انت عايزين اي بالزبط انا نيف سفة مع الذين يدرين هذي العمليات اللي هنمائية وبعدين تلاقي الخبر منصور هنا صحفين معترضين على رؤوسها التحرير اللي قالوا ان المفروض كلنا نتوحد عشان البلد في الوقت ده وده شيء طبيعي بيحدث في اي بلد في الدنيا لو الناس عندها ربع في المية وطنية فعلى طول بعدها بيومين تنروح معمول حدوتها غريبة جدا نولك على الانترنت يعني اي حد يدر يصوت يعني الخمسمائة دول ممكن يكون واحد اللي كانت بقى سامين ناس دي كلها وايه الصحفين رفضين هذا الكلام ومن نزويك عرفت سمعت ما نزويك دي مراش حالة عشان عرفوا سمعوا ان على الانترنت في صحفيين رفضين الكلام ده كله طب حتى لو حد عائل لو اي حد من برا عائل وليه الحكاية حيتقال ان رؤوساء التحرير الصحف قاعدة قالوا ان المفروض النهاردة ان الاعلام يقف النهاردة في مولة الارهاب ما حدش قال ان الاعلام يقف مع الرئيس ما حدش قال كده او يطبق يطبق لحالة انا اقف مع الرئيس اي حد منصف وحابب البلد دي وبيحب الرئيس شخصيا الرئيس لما يعمل حالة انا اعتقد انه صواب اقف وياه واقول ده وان عمل حالة انا بعتقد انه خطأ حقول له اسف انا ضد ده عشان كذا وكذا احنا والخلاف فينا خلاف وليس خلاف مع اشخاص ده الانصاف لانك انت لما لما تبقى مؤيد معاك مدي جرانتي على كده بتعمل دكتاتور ما ينفعش هو ده اللي مفروض وده اللي مفروض يتعامل ما حدش قال للناس فيدي جرانتي لرئيس حكومة ولرئيس الامورية ولا اي حالة انت انت بتعمل جرانتيب للوطن بتعمل انت انت بتدفع عن وطنholك انا لازم اقف مع الوطن ظلم او مظلوم لازم اقف مع بلدي لازم اقف مع بلدي لما يكون بتتعرض لحاجة زكده لازم نinde الوطن ما هدي الوطنية ودي الانتماء ودي الحاجات بس مين اتعلم ده ولا مين انا دي حكاية تانية بس هو ده الموضوع فحنا احنا هذات كتيرة حجات كتيرة احنا بنخد فيها دلوقتي وهو ده الجزء اللي الحرب الحقيقية اللي علينا اللي شغالة دلوقتي اللي ما تعرفش تمسكها لانها تصريح يطلع واحد يقول لك مبادرة للمصالحة بين الاخوان والدولة اما يتكتب الكلام ده في الدرنان اي حد بيقرأ انك انت بصالح حد على حد فيعني انت بتقول ان انا بصالح اتنين قد بعض راس براس تمام كده ما هو ما ينفعش لما عالد صغير يختلف مع حد كبير يقول احنا بنصالح الصغير والكبير ما ينفعش لان كل واحد وحجمه انما تقول الاخوان ومصالحة وفي الاول في الاول وفي الاخر هتقول لي لا ما اخوان عادك على الماغي من فوق عادك كبير بالنسبة للتعداد مصر قد ايه حجمهم قد ايه وزنهم قد ايه الشعب كان رأيه ايه والشعب لما قال رأيه عمل فيهم ايه ده الموضوع فمش الاخوان اللي حيبه راس براس بدولة تمام لان يعني ما ينفعش لانما لما يتقال بقى المصالحة ده ادي اول حاجة بيصدرها لك فيخليك انت في العقل البطن بتاعك وتتقالي الحكاية دي تقول اه ده ادي ادى بعض ادي اول واحدة نمرة اتنين انت تاني يوم المرة دي بقى هم كدبوا يعني رفضوا المصالحة دي في نفس اليوم يعني واحد يطلع يتبرع بانه بوسيط واحد فعل خير يعني عشان يصالح الناس وهو طبعا ما لا فعل خير ولا حالة ده بيعمل دور فيقول بيقدم مشروع مبادرة واي كلام فارغ بيقولوا في المشروع الدور ده لما اتعمل الكلام ده اول امبارح رفضوه شتموه كمان فلما يرفضوه اشتموه العشيرة بقى الجماعة بقى هيقولك لا ده احنا النهاردة انا برفض واحد داخل وساطة يبقى الحكومة اللي جايباه ده واحد كان معانا وانشقع مننا ولا اي حاجة او بتاعه وموقفه ضعيف فاحنا كن ان انا بشتموه برفض وبعمل يبقى انا موقف صح والحكومة هي اللي بتتحايل علينا هو عشان نصالح واحنا مش حنصالح يبقى هو بيثبت الناس اللي معاها في نفس الوقت بيعمل بنفس الحكاية دي رسالة تانية الاهلينة بقى في الكرة والنجوع والكفور الست اللي ابناء فقدته الجندي اللي فقدته في اي حتة شرطة ولا ليش ولا هتقول لك في عقل بقى لها كده تقول لك طب هما بيصالحوا ده الحكومة عملت ايه اللي وراء الاخوان وعملت تبعث مرسيل ليهم هما مش رطفين ايه وبهما صح طب هما لما حيتصالحوا وسابين ولادنا يموتوا ليه طب هما بيشوقلك الموقف بتاعك اتعملت فينا كم مرة دي والحكومة بتاعتنا مش اخدا بالها لان انا ما عنديش حد في الحكومة شغلته انه المسائل اللي زاديته هو معني انه وضحها ويرد عليها وعشان كده بقول بقترح سيد رئيس الوزراء انت شرطة الوزير الاعلام لازم يردع ما كانش عايز تردع وزير الاعلام مش مش بس لازم عندك حد هي لحد من مزارة الخارجية سفير كده يكون عنده اربعين سنة يكون فاهم وعارف عشان انا عندي انا اعلام العالم بقضيتي مسؤولية مين دلوقتي هتقول لي مسؤولية الخارجية الخارجية عندها من لون حاجة لان انا عندي داخل نهارده بيشوف الدنيا بتابع اللي بيحصل ايه ويرد على ده برا وبعدين شغلته كمان ان يعلم النهارده لان انا هو ده ده النهارده جاي بيحمي وطن هو جاي يدافع عن وطن مش بيدافع عن نظام ولا على حكم بيدافع عن وطن بيتعرض لحرب رهيبة جدا فهي ده شغلة اللي حيي بيعمل ده مين اللي يعمل ده مين حتى يعلم اهلينا هنا بالحقيقة ويكشف اي حاجة غلط يكشفها احنا عندنا ايش حاجة تستخل نخبيها يكشف اي حاجة شغلته ان يعمل ده انما انت شغالين عليك بأكاذيب ومحدش بيوضح ويقول لك حكومة تقول لك حسنا ده محصلش ده كلام فارغ لا محصلش ايه ده وما فهمين بيعملوا ايه النهارده لما اقول لك كم صحة في مضى ان هم ضده باير الرؤوسات التالية الحالية وده موضوع كله معمول على الانترنت ومتاني يوم على ان يزويج بتكتب لان هم منتصلين ببعض هي دايرة كل واحد بلقى فيها دور واحنا وقفين بنتفرج ما عنديش حد يرد ما عنديش حد يوضح ما عنديش حد يفهم الناس ايه الحكاية يعني اشتركوا في القناة